اشتركوا في القناة ايه ده؟ سايبة الحلفية عملة طرخ وانت يا عملة مبططة يوه ده اسمه اهضار مياه ده يأثر على امننا المائي وانا الواحد اللي بعمل كده يوه ما هي دي المشكلة هي دي المشكلة لو كل واحد عمل زي كده سامل حلفية تخر مياه وترخ مياه هو بيشتغل هو بيتكلم هو بيستحمى هو بيحلق تبقى كارسة افهمي افهمي يا أمموخ قد جسمك الحرب القادمة هي حرب المياه أمه حابته المياه دولة ليهيأمل الحرب تب تجد عن انت عالأحفادك بره بيرسي بعض بالماي حسبي الله ونعم الوكيل لا درش المية عداوة وكمان اهضار هاوريو عالباك يا زهدتك ويشبك الدم فردام شو تسألك كفاية كفاية بقى يا جماعة على فكرة دي ألعاب أمريكية عشان نلعب بيها ونتمرن عليها وحنا صغيرين ولما نكبر يقول علينا إرهابيين دي مسدسات مية فور فن للتسلية بس قوة قوة حد فيك ويجيب مية على عفر مش مهام مش مهام العافش يا باس المية المية اللي في المستدسات اللي بتلعبوا بيها دي كمية تكفي عشان تروي مئات سنا بالأمح وشوفوا بقى كل سنبولة أمح فيها كم أمحاية هوحنا بناترع أمح كفاية وبعدين الناس بيرش بالمية وضم المحلات غلط غلط يا شهامة انتوا لازم تدرسوا قضية المية وتتفهموها أنا عايزة أدرس بيانو انت وعد تاني يا جدو خلاص خلاص يا ولاء هوعدك ان البيانو فعنة هيبقى هنا قراهب جداً اوعى مهما حصل اوعى وترشوا حد بالمية اطلاق يا قاعديني فيك وصور الجايين اوعى يا لأ فين جدك يا فتاة يا عليم يا رزاة يا كريم رايح فين يا خليل ايه داخل يا استحمة داخلت استحمة؟ ليه؟ وهنا مراحيد عامة نادي صحي المية مقطوعة المية موجودة بس مهضورة مقطوعة في شقة انا بس علشان الشاكيرة اللي ما عندهاش دم قطع علي المية علشان زنات اللي ما عندهاش دم ما دفعتش الأجر طيب وانت بصفتك انك راجل عندك دم اخرت هي معاك؟ هاستحمة عندك وامشي هاسيب لها العمرة كلها بيهد اذا كان كده خش استحمة بس بسرعة عشان انا نازل بسرعة ده ايه؟ مفيش حاجة اسبقى بسرعة انا باملى البني وصابون وباربط في الصابون ساعتين وعف تحت الدوش ساعة ونص تلات ساعة ونص حموم ليه؟ انت هتنازم عن جتتك ايه؟ ده انت يا دوبك بروح هتضيع في البلاعة مع مية الصرف بص بقى انا هخدمك وانا هحميك بسرعة بطريقة لذيذة دفعو يلا يلا حمين بسرعة احفاد وانيس اهجم الله 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 سنامي غرقوا تنامي سبحان الله انا يتاخد مني شادي وحاسيب تتاخد منه مراته وتموت يعني هو ماشي بالعيال الي كان نفسه فيهم منك بس تصواري بقى أولاده حلوين قوي 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 زي الأمر ما شاء الله بصراحة الحمد لله أنا مجابهمش مني أساسا بس عارف بقى يا ناس أنا حسيت منه إنه متأكد إنه وانيس جوزي والله وبقى متحفز جدا كده وحاسب على الكلام قوي كده هو وانيس عارف إنه طالقك آه طبعا وتصاحبه على بعض على طول وتبدله كروت بسرعة يا فراس بقول لك إيه ما تجي بيش سيلة قدامهم مجم حكاية حسيب قال لي هتبدأ بقى تفكر وتلوك لك وتزن اسكوتي يا خدي الميا نزل من الحرفية صدى ورحتها معفانا وبعدين بقى في الشغلانة دي بقى طول النهار وليل كده هنبدل نملك جريك الميا ما هنعمل إيه؟ ما هي الميا إما نزلة ملوسة إما مقطوعة بسرعة يا فراس بسرعة شوية عشان تلحل تمنت تلاتة تانين أنا داخل استحمل حاضر حاضر جبت أمي بسرعة اسكوتي يا شيراس اسكوتي اسكوتي أما أنا أعلم للك هيتدين أعلم خير الله ما جعله خير قال إيه حسيب داخل عليا لا وانا ما يخشش عليا الكلام ده عشان انتي قاعدة جوة ورم يودانك معانا هنا برا وابنك مش معايا وابنك ووحشة انتي اللي مش عارفة عزيفي طب ضرابي تاني ضرابي تاني بس تاني ليه؟ انت قولي تعرف دو والري والمي انت ما بعرفش سلم موزيكي روح بلب في سلم بيتكو أنا في سلم بيتنا؟ دا كراميرين وأنا ماشي معاك بالراحة شوفي انتي قلت لي بالراحة أنا مش عايزة أخش في أشمال عايز تخلص ايوه عايزة أخلص عليها برتاح عايزة تخلص اللي هي نوع تفضلي يالا ايلان حبيبتي مش وانيس اللي هيتعلم على البيانو حفيدته بنت بنته اوه ما شاء الله انتي جت عندي أربع أبناء وعندي خمس أحفاد منهم ولاء اللي هي نفسها تتعلم بيانو آه حفيدتك عوزة تالم بيانو ولي انت عوز هي حتقلم بيانو الحقيقة احنا الاتنين عايزين بس هي بتتمنى بتتمنى تعزي بيانو تصوري مدم إيلن أول ما رجع من بره وروح البيت تعايت 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 تقول لي فين فيانو فين جبتم للزفتاء منها هبابة منها مدم إيلن ولا لأ عايزة عازف بيانو عرفة إيلن المرة اللي فاتت إحنا صورناكلي صورة حلوة قوي وانتي بتعزيفي وخدناها بقى ورناها الولاء حفيدة وانيس أول ما شافت الصورة قاعدت تعايض تعايض وقالت أنا حايزة أبقى زي الستة دي خلاص عشان سبب دي بس أنا هديلك بيانا هبيه هتبيعي البيانا وخلاص هنأرده يالا يالا أنا في فوعلية عادين على القهوة تحت التفاتي معهم هيطلعوا يفككوا البيانا ويلفحوا على نص نقله على طول أنا مش هبيه بيانا ثانية واحدة ممكن تسكت ممكن تسكت فوعلية الوادي سنة إيلن إيلن البيانا إنتي عايزة إيه؟ في شركة حاسة هومة هتنقل البيانا أوكي أوكي ماشي خلاص هومة ينقل البيانا شركة خاصة ماشي عايزة كم في البيانا؟ أنا أخذ منك نص فلوس بس آه لا دي بصيما سيابة هتدي نص صابع البيانا عشان تزليني ما عايزة نفحة تبقى معاها في البيانا عشان أنت بفهم وعاوز حفيتك بيانيست كبير عشانا عشانا يلا صلع الفلوس بحضر حاضر صدلي نو فلوس عندك في البيان ستة بتقدر هي قيلة الأدب بس فانم بتقدر اللي قدامها واسقة فيها يمكن بيتك مش عجبني أخب بيانا ويمشي بنتي جبارة هرام عليكي جبارة تكير بسي وانيس إيلين مش ساك الله يكون فعونا كارتين واضح يا إيلين أني بالبيان دا حت توريني أيام سهودة يا إيلين إيلين النائه والعز ها والتفه نار اله إيلين إيه دا عبدالله إيلين بتاهبيه وبيتاه بتاهبي لهيه هستحنى تستحنى؟ تستحنى هنا في المكتب؟ ما تخافي يا وانيس؟ أنا مسيغدق المكتب أنا هتنطل اثنائية بس حسبي الله ونعم الوكيل أنها ليا منك ولا من خليل حماك؟ خليل عايز تستحمى في شقتي وانت بتستحمى هنا في مكتبي معلش ما هي مسألة قطع الميا دي زادت قوي كمان الله إحنا كمان بقالنا في البيت يجي شهر عملين نعبي جارك الميا عشان الميا معطوع إحنا مقبلين على كارثة والناس مش وغدا بالها ولا حاسة سلوك الناس لازم يتغير يعني سلوك الحكومة مش لازم يتغير هو كمان لما نقعد شهر من غير ميا والميا مقطوع ويجينا الفاتورة سبعين جنيين أنا دلوقتي مش بسبعين جنيين أنا في الكارثة الوراية كارثة أخش مكتبها لا أريد بيستحمى متخيلها هم طلع ليفة هم طلع أصابونة انت بني هذا لما حماما الملاطيني ده هو غور من وشي حاضر حاضر غور من وشي حاضر لا أحاولي ولا أخوتي إلا بالله حزب الله معقولة معقولة أنا جاي جاي فرحان جاي مبسوط خلوناك تقب مخلاص أنا بيتي بقى في بيانو ديانو هي دي انك نتناية يا هونيس يلا عبدالله يلا يلا رخ شوف شوه لك يا عم يلا ليه الأنادية دي هشرار طب أنا هستيري ديانو أستحنى فيه منك الله عبدالله منك الله غفلني غفلني أنا بكت كيا مش صوت أنا فرحان هليسة عايزة عقد أفكر إزيي أجيب مدرسة بانيو مدرسة بيانو الولاء لا دي معلش بقى سمحني مش هوضى نخدمك فيها أحلام آه بس لا مسافرة بس هي عندها ناس في المركز بيعلموا عاسف همك ناسأله كويس عشان أنا بقى جبت لك البيانو وأحلامت بقى جبت لك اللي يعلم عليه بالمناسبة حسيب اتصل بي وعايز يقابلني ضروري بالله غريبة يعني دربت صحابي مع بعض بسرعة قوي أنا شايف أنه هو راجل محترم تحسي كده من مقابلته أنه راجل متسامح فعلا فعلا إحنا أصلا ما كانش فيه بيني وبينه أو أي مشكلة هي بس كانت الأزمة أنه هو كان نفسه في الأولاد وأنا ما كانش ممكن أن أديهم له هو عنده صيدالية مش كده آه ده صيدالي كبير جدا أنت عرف أن أنا ست شغلي وقفت معاه في الصيدالية سنتين بس واضح أنه بيعيزك أو يبكنيلك معز خاصة بدليل أنه هو سمى بنته شري مصي اسم شراز وسمى ابن رامي على إسمها ما أبوكي إيه؟ مندهشة لي؟ مش متخيلة إنسان زيك عايش واشتغل في أوروبا ومعه فلوس ما يكونش عامل علاقة عطفية واحدة أنا ما عملتش علاقة واحدة تغضب ربنا أنا حبيت مر لكن لما أهنتني بعدت أمك الوليس كان دايما يقول لنا اختلفوا زي ما أنتوا عايزين لكن الإهانة تؤدي إلى طريق مسدود سرحت في إيه؟ في كلامك أنت أنت ما تصوريش يعني إيه تحبي وحبيبك إيهينك متصورة أنا باتفق معك في إهانة لا يمكن غفرانة طب ما تشرحيلي بقى من فضلك مش عايز لتكلم في الموضوع دا دلوقتي يمكن بعدين للا وقعت بلسانك أنا كان قصدي تشرحيلي رسوماتك مش مشكلتك دي مشكلتنا كلنا مشكلة الميا دي مشكلة الغاني والفقية الراحة الراحة باير إهدى إهدى ما تسخنش لا يا وانيس لا ممكن واحد يجوه يا أخي ممكن واحد يعتص إنما مش ممكن يسد جوعه بأكل مسمم مش ممكن يلوه عطسه بمية منوسة نصيف مصر من المياه حسب اتفاقية 1955 55 مليار متر مكعب وكانت مكافية بنزرع قوتن وقامح ورز وقصب قولي يا بش مهندس وانيس بش مهندس؟ برياضة بتعليش التقليل من عدل دائما هو عشانه حضرتك بتشتغل في وزارة الراي تقول تقول ما بيش مشاكل وإن المشكلة في الناس انا مقولش كده يا باه لا انت قلت الناس بتستحمى كتير عسبي الله وانا عمل الله نستحمى نستحمى ده ايه ده الميا بتنزل الصدى من حنافية حتى لو نزل قدلنا انت بتاع الراي ليه المياه تقعد ما تقعد بالتلاتة ايار ما تقعد يا بشوان لش الراي يعني ايه ما نستحماش نقعد مع الفنين انتو عاملين تقولوا أثبت ميا أثبت ميا عشان تخلوا الفواتيري مرسول صورة الجراكن الناس ماشية بالجراكن جراكن طالعة وجراكن نزلة قولي يا باس مهندس وانيس بصفتك بتستغر في الحكومة بلاش خليوا ميلي وعليك يا ترى انتو بتشربوا ميا زينا ولا بتشربوا ميا معدنية دول بيقولوا كمان حتى الميا المعدنية ماهيش نقية مش هسيبك الماء ملوث والهواء ملوث والطعام ملوث المكان الوحيد الغير ملوث ملوث والمكان الذي يخلو من الماء والهواء والطعام المقبرة ملوث ملوث مبسوط مبسوط يا باه البي مبسوط يا سيادة النائب يا جماعة يا جماعة ما تنسوش ان المواطن بيلوث بيلوث مياه الني انا كنت بحق وانيز انا اخترعت جهاز هينفذوا البروفيسير مطاوع الجهاز ده هيزود مصادر الميا في هند يعني هتعني له نترة لا يا عبدالله اكيد بيكلموا عن شلال لا انا مش نقص اجنان مش عايزة الجنن تاني كفاية خلصت من خليل جهاز اي مخبول انت وهو اللي حتعمله زغرات يا زينات زغرات يا عبلة وانت مدي ايدك والفلوشي عبدالله معايا جهاز جهاز تنقية مياه العرق يعني كل مواطن يشرب من عرقه لا نقطتش دي بترفع البصمات بالبيانو يس ايتي عبت مسكينة يا حبيبي يا جدو يا عبت يا عبت يا عبت يا أولا انا عارف فرحيتك دلوقتي ايه عارف فنا مش ساعد اجيبلك الدنيا كلها يا حبيبي سيكو انا متشكرة قوي جدو انا مش مصدقة شش بنت ما تشكرنيش انا متسف الزهاج دي ماندونة ما تشكرنيش تعالي شكورية هي تعالي اوقف قدامها انحناء وولاء دي كتر خير الدنيا شكورية ان هي تعطفت وتفضلت بوش ايدها بوش ايدها انها جابتك البيانو ايه الحكاية يا جي انت عاوزني انا عزلي البنت ماذا كنت تزلي سيني انا شخصيا بنت تزلي مصر عشان البيانو طبعا يا أولاد انتو اكيد اكيد فرحانين جدا عشان كلكوا هتتعلموا بيانو واه لا 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 بس 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 لا تاخد البيانو تاني قلت هالك بالانجليزي وبالحربي نايس نايين بالالماني بصراحة انا هتجنن واخد منها الفوطة انا لو منك ارمي لها البيانو وناخد الفوطة اشك انا ندي ترقى حلو ووحدة بس هتعزف بيانا انا نفسي نفسها بقى زي جينيفرلين اوو برافو برافو ولااء انت متابع بيانو كويس برافو برافو وكمان انت لازم تعرف بيتوهن شابان شبان تايكوفسكي موطصر باق كل دول وانت يا فوانيس فوانيس لا يعني انت يعني حافظة كل اسماتي وتيكي تغلط في اسمي انا اسمي وانيس فوانيس مش مهم خميس لا مشيها فوانيس احسن بقى بلش خميس لازم يجيب مدرسة لولاة من بكرة من بكرة هجب لها مدرسة على طول ان شاء الله بيانا مش هتغير مكانه مش هتغير مكانه انها حاجة مش هتحرك من هنا مش يتحرك حوادي الحمام يعني انا هلمعه كل يوم وحفظ عليه اختفي منها الفوطة اختفي منها الفوطة ايه ايه ههوا اريد تلمعه اريد تلمعه انت يوجد فوطة اختفي من حالة اريد كص تلمعه ا competed فوطة ايه من Thanks to be taking painting لا بد كتابة هتzamمكن وصلني انا وغوضي ميسيا عارتين في البيت طبعاً طبعاً يلا اطلع بيهم تفضلوا مع ألف سلامة تانك يو تفضلوا شكراً شكراً إفخر ستوبوا ليه شكراً شكراً أرتين مع ألف سلامة لا لا هتاخذ البيانو تاني هتاخذ البيانو تاني لا حول الوقوتين بالله أزف عليها شوي ستوبوا أنا حياتي ما بقاش فيه غير ولادي وشغلي أنا حاسس بي كحسيب أنا كمان ورتي مياس ماتد وبعدها آئت لخم في الأيال غاية لما جوزتوا دلوقتي معتمي بيهم ومحفاتي وش رأس؟ يش رأس ملعا؟ لا لا يا حسيب, سيبك من في دماغي بقى لا دي بتشتغل معايا في المكتب والله أنا فكرت قوعد في تكل وما تحسبهاش يا حسيب قولي بقى تا ليه ماتجوزت شغيل دلوقتي؟ أنا مراتي هدوب ميتا من سنة بس محتاس بالعياد وحتفضل ماحتاس كتير يا حسيب ولا انت من النوع اللي ما تجوزش لو مراته ماتت طب ما انت هو لسه ما تجوزتش لا الوضع مختلف يعني ان انا ميس امراتي ماتت وانا سني كان كبير شوي دلوقتي شايف انه يبقى غلط يعني وهي انت ولادك لسه صغيرين واحتاجين حد يرعيهم صعب ان نلاقي واحدة طردة تجوزني وانا معايا عيالين وجايز العيالين دول يكونوا مطمع لوحدة عايزة تجوزك عشانهم لانها ما بتخلفش انت قصدك ايوا اقصد ليه يا حسيب ليه ما ترجعش للشراز ليه ما تجوزهش بقولك ايه مش عايزك تخش ليه في مود البلعلة قولي لو انت فعلا عايز وجاد شوف يا حسيب انا مش عايزيب الموضوع ده يا حسيب الا ما يتم كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة ايه ده محمود موليجي في فيلم الارض وفوا ده فوا ده فتحة الهويس لا ده محمود مرسي في فيلم شيم الخوف ما شاء الله ما شاء الله ايه عاملين لي في المكتب سيمة لا مؤخزمت اقدم لك المهندس ويلم هيسم انا اللي جابته شرف كبير لي يا أستاذ ونيس ايوا شرف كبير ان اشوفهاك بعناية خصوصا بعد الكلام الجميل اللي سمعته عنك من الأستاذ مطاوع انك نصيري الغلابة والفقرة عشان كده يا أستاذ ونيس عايزة تقف معنا ضد الصرايا والحجانة صرايا والحجانة صرايا والحجانة هاضر 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 ايه اللي ودك نانك ايه اللي ودك نانكسية الراجل ده جايبه منين من اعتصامه ده ماجل الشعب طب هو لابس كده ليه يا مترونيس ده الحفيظ الرابع لمحمد أبو سوالم الشخصية الحقيقية اللي في فيلم الأرض فيلنا الأرض ايوا افتكرته ايوا ايوا حربنا سوا ايام الانجليز وايام السلطة روحنا الساب في عز البرد والتلج الحارب دفلنا مننا ناس في التلج ما خفنا ولا والليلة ليه لأننا كنا رجالة ووقفنا وقفت رجالة صح يا بسوالم ايه ده ايه المجتنى اللي انا فيه ده لازم تسمع حكايته دي حكاية مخيفة فعلا ابو سوالم اللي ضحى بدمه دفاعا عن الأرض ابن محمد اتخصص في حفر القبار واشتغل في القناطر الخارج سوالم التاني ابن محمد محمد أبو سوالم اشتغل في السد العي وحصل علوثام من الرئيس جمال عبد الناصر وابن هيسم اشتغل مهندس برضو في السد العالي وحصل علوثام من الرئيس محمد أنور السادات وسوالم الثالث وسوالم الثالث اللي هو أنا باشتغل مهندس راي أهل وسهلا احنا حصل لنا الشرف وحنا كنان لنا الشرف وازاي عبدالهادي اللي كان عايز اتجوز بنت عم أبو سويلا اللي هو عزة العلالي عبدالله هنهرج اتفضل اتفضل يا سويلا اتفضل إسرائيل قل لي إيه قضيتك بالظبط مية الرئي مقطوعة عن أهالي بلدة سويلا والحكومة التي لها مفيش مية قل ايه المخزول ورا الساد قليل والكلام ده طبعا مش حقيقي مش حقيقي أبدا لأن المياه فعلا موجودة وبوفرة بس للأسف يا أستاذ ونيس بيستغلوها في رئي منتجعات الجولف تخيل حضرتك تخيل سابوا المحاصيل تموت علشان مساحات الجولف تعيش وعشان كده عملتوا الاعتصام قدام مجلس الشعب ايوه وفضينا الاعتصام فضينا لان حنفية جنينت التحرير اللي كل بنشرب منها قطعوا عنها الميت طب ما سبتوش ليه من نجلس السعب احنا ياما ياما شربنا منه دي مش قضية سولة بلوحدة دي قضية ناس كتير اسبع بقى منه الأخطر المفروض يا أستاذ ونيس المفروض ان الجناين ومنتجات الجولف تتروب مية الصرف المعالجة وده عشان نقدر نوفر مية الشرب لكن للأسف يا أستاذ ونيس للأسف مية الصرف بيرو بيها الأراضي الزراعية ده مش كده وبس ده في ناس كتير قوي بتشرب منها اسبي الله عني عمل وكيل اسبي الله عني عمل وكيل يا شعب النهر يا شعب نهر النيل مية الشرب بتروي الجولف ومية الصرف بتروي المحصين ومية الصرف الملوسة بتروي عطشنا ودليل الإدانة اللي نقدمه إننا كلنا نعمل تحليل